السلام عليكم ورحمة الله نواصل الحديث حول عمليات الـ Liquid-Liquid Extraction ونتكلم حول الـ Mood of Operation يقصد بـ Mood of Operation آلية وكيفية إضافة الفيد والـ Solvent في العمليات الـ Different Stages of the Liquid-Liquid Extraction Processes لدينا ثلاث طرق نستطيع بها أننا نضيف الفيد والـ Solvent إلى الـ System لدينا الطريقة الأولى الـ Co-Current Contact System حيث نضيف الفيد مع الـ Solvent in Parallel كما في الشكل يضاف الخليط إلى Stage 1 تحدث عملية الميكسينغ ثم الـ Settling ثم نفصل الإكستراكت والرافينيت ويعاد إضافتهم مرة أخرى لنتحصل على الفاينل إكستراكت والفاينل رافينيت بنهاية المراحل المختلفة لعملية الفصل النوع الثاني هو الـ Cross Current وفي هذه الحالة كما في الشكل نضيف الفيد هنا بينما يدخل لدينا الـ Solvent في هذا الاتجاه تحدث عملية الإكستراكشن فنتحصل هنا على الإكستراكت ويتحول الفيد إلى رافينيت يعاد إدخاله إلى مرحلة ثانية يضاف الفريش سولفن مرة أخرى ثم نتحصل على نظر إكستراكت ومن هنا يخرج الفاينل رافينيت من هذه المرحلة النوع الثالث هو الـ Counter Current وهو من أكثر الأنواع شيوعا يدخل السولفن والفيد من اتجاهين متعاكسين كما في الشكل فمثلا يكون لدينا هنا الفيد ويدخل السولفن من هنا يقابل الفيد في المرحلة الأولى السولفن بعد خروجه من المرحلة الثانية ثم يدخل هنا الـ R1 يقابل الفريش سولفن ونتحصل على R2 من هنا بينما يخرج من العملية الثانية إكستراكت نمبر ون ثم إكستراكت نمبر تو مع نهاية العملية الأولى هذه هي الطرق المختلفة لعمليات الإكستراكشن ولكل إيجابياته وسلبياته حقيقة الـ Co-Current نادر جدا وغير شائع في الطبيقات الصناعية دائما الـ Domination للـ Cross-Current والـ Counter-Current بالنظر إلى الـ Cross-Current Operations فنجد بأنها يمكن تمتاز بأنها في الأغلب تستخدم متى ما كان لدينا multiple products الصناعات الدوائية هي أكثر الصناعات وأشهرها استخداماً لهذا النوع من الـ Extractions هذا النوع من الـ Extraction يمتاز بأنه Practical Economical وله Flexibility بحيث أننا نستطيع أن نضيف المزيد من الوحدات أو نقلل على حسب كفاءة عملية الـ Extraction بعد كل مرحلة Usually it uses an Agitation Tank تستخدم صهاريج الخلط من أجل الحصول على الـ Separation ما بين الـ Solvent والـ Extract وتستهلك هذه النوعية كمية كبيرة جدا من الـ Solvent لأننا في كل مرحلة نضيف fresh solvent إلى النظام و It yields lower extraction لأنه يكون لدينا في كل مرحلة Extraction بتراكيز مختلفة تحتاج إلى معالجات متعددة النوع الثاني الأكثر شيوعاً وهو Counter Current ويستخدم في الأحجام الكبيرة عندما يكون التعامل بكيميات كبيرة جداً و It provides an optimal performance نستطيع إننا أيضاً نتحكم في عدد المراحل اعتماداً على المستخلص من كل مرحلة يدخل الـ Solvent من هنا كما يبني واضح ثم يعاد تدويره إلى أن نتحصل على الفاينال إكستراكتر with a very high extracted yield و The mass transfer is the driving force التي تحفز عملية الإكستراكشن في هذه الحالة الممكن نعمل عمليات mass balance سريعة جداً للمراحل المختلفة إلى الـ End Stage والشكل المعادلات الطلاب هذه المرحلة يستطيع أن يجروا عمليات الـ Mass Balance بصورة جيدة و بكفاءة عالية I think this can be a good homework for the students to obtain these equations from the system that we presented in the previous lecture